يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله من يقول إن النار لا تحرق بذاتها وإنما بإرادة الله والسكين لا تقطع بذاتها وإنما بإرادة الله وكل الأشياء والأسباب لا تؤثر بذاتها وإنما بالإرادة هل كلام هذا هو نظري؟ لا تكلف ولا حاجة إليه النار تحرق والسكين تقطع والله هو الذي جعل فيها ذلك بدون أن يكتبون هالتكلف وهالكلام المتكلف نعم